اشتركوا في القناة وأنا أقرأ بيان المرجعية الدينية الشريفة الخاص بانتشار الوباء في العراق بشكل ملفت والذي طالبت فيه بضرورة التمسك بمقررات خلية الأزمة والأحاديث التي حدثت نفسي بها أني كيف يمكن أن أتردد في تطبيق مثل هذا الأمر أو أنه كيف يمكن أن أرجح أقوال جهات أخرى تقف في قبال هذه الجهة التي خبرت وثاقتها وعدالتها وخبرت اهتمامها بمصالحي وأنه كيف يمكن أن أوازن بينما يخطر على ذهني من شبهات في مقابل هذه البديهية الأساسية وهو ما تقوله المرجعية الشريفة في هذا الحديث الرابع سأحدث نفسي في نقطة طبعا على أساسها أنه يتضح لي أنه كيف يمكن لنفسي أن تنقلب على قول المرجعية الشريفة ولا تلتزم بتعاليم قلية الأزمة وهناك نقطة يعني في علم النفس يشيرون إليها هذه النقطة أني كثيرا ما أتبنى أفكارا تحقق لي الطمأنينة والراحة والمنافع الخاصة فعندما تقول المرجعية عليكم بالالتزام طبعا هذا الالتزام له ذيل طويل من المسائل التي لا بد أن أرتبها في حياتي فمثل هذا التكليف فيه من المشقة والصعوبة طبعا هذه المشقة والصعوبة هي موازية للخطر الداهم لكن الإنسان أحيانا لكي يتخلص من الالتزام بمثل هذه الأمور التي تطلب منه قد يتبنى وإن كان يعني عقله الباطن يحاول أن يسوق له كثير من الصور إلا أنه تبنيه لجملة من الآراء المخالفة للمشاهد وللمسموع والتوجيهات التي تأتي من هذه الجهة العالية الشأن أنه لا يتصور أن يكون هناك مبرر إلا محاولة للهروب من تلك الالتزامات يوم تأتي هذه الجهة وتضغط وتحاول أن تضيق الدنيا علينا نرفع يدنا عنها ويوم تأتي وتيسر أمر الدنيا لنا نتقرب إليها هذه النقطة بالذات التي أريد أن أحدث نفسي فيها اللي هو في الحديث الرابع منطلق هذا الحديث سيكون عن مستند إلى الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام مما كتبه الإمام الرضا عليه السلام للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين والولاية لأمير المؤمنين عليه السلام والذين مضوا على منهاج نبيهم هؤلاء الذين استمروا برغم تبدل الظروف عليهم ولم يغيروا ولم يبدلوا مثل سلمان الفارسي وأبي ذرن الغفاري والمقداد بن الأسود هؤلاء المفروض أن ميزتهم أنهم ما بدلوا وما غيروا برغم تبدل الظروف التي مرت عليهم برغم ما وقع عليهم من المصاعب برغم أن الدنيا كما ينظر إليها الناس ضاعت منهم لكنهم من العقلاء الذين خاربت الدنيا عندهم فلا يلتفتون إليها هؤلاء ميزتهم أنهم ما بدلوا تبديلا هنا قد يأتي من نفسي حديث أن مثل هؤلاء إنما أطاعوا أئمة معصومين أطاعوا نبيا معصوما والمفروض أني أطالب نفسي أن تكون مطيعة لهذه الجهة الشريفة جهة المرجعية والمفروض في النهاية أن المرجعية الشريفة مهما علت مهما على مقامها أنها في النهاية ليست بمعصومة لكني أرجع لنفسي وأحدثها بهذا الحديث أن من لم يوطن نفسه على الطاعة لمثل هذه الجهة العالية الشأن لا ضمان أنه سيوطن نفسه على الطاعة مع إمام معصوم لو ظهر وطلب منا أن نطيع من لم يوطن نفسه على الطاعة لا ضمان ولا أمان أنه سيطيع أي جهة مهما علت منزلت تلك الجهة وآخر كلامي أني أذكر في هذا المقام الشريف مولايا ومولى المؤمنين بالفضل صلوات الله وسلامه عليه أنه عندما يذكره المعصوم في زيارته يقول له السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطهرين ترجمة نانسي قنقر